أهلاً ومرحباً بكم طلابي أحبائي طلاب الصفحة الحادي عشر هذا هو الأسبوع الثالث من الفصل الثاني في هذا الفيديو سنصلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات والمهام التي سنقوم بإنجازها خلال حصة التربية الإسلامية حصة العمل بالمشروع وحصة عرض المشروع كنوا معي بداية لا بد أن نتعرف على مهارات العمل الجماعي التواصل الفعال يشير التواصل إلى قدرة الشخص على إيصال وجهة نظره وفهم ما يريده الآخرون بصرف النظر عما إذا كان التواصل شخصياً أو إلكترونياً لا بد عزيزي الطالب في مهارات العمل الجماعي أن تتعلم كيف تتواصل بشكل فعال القدرة على تحمل المسؤولية بالطبع هذا أمر فائق الأهمية في إطار العمل الجماعي حيث أن من المهم أن يكون كل عضو في الفريق قادر على تحمل مسؤولية العمل الذي يولى إليه بالإضافة إلى بدل الجهد لإكمال المهام في الوقت المحدد وإلى المستوى المتوقع حيث يؤدي كل عمله بشكل صحيح التعاون العمل الجماعي عمل مجموعة من الأفراد الذين لديهم مجموعة متنوعة من المهارات والمواهد هنا كل هذه المهارات تتجمع لتحقيق هدف مشترك لذا فمن المهم أن يكون أعضاء الفريق قادرين على التعاون فيما بينهم لتبادل الأفكار مهارة التنظيم والتخطيط يجب أن يكون الشخص قادرا على وضع خطة رئيسة يفهمها كل عضو في الفريق يتابعها يرف إلى أين تؤدي كي يتمكن من حيء أي مشكلة بفعالية حيث أنه من جرد الموافقة على هذه الخطة سيتمكنهم جميع أعضاء الفريق من تنظيم مهامها وتحديد المواعيد النهائية وتنسيق جهودهم بعد ذلك نأتي إلى مهارات التقديم هنا بعد أن أعددنا المشروع وكل ما يلزم يلزمنا مهارات التقديم وهو أول شيء الاتصال المرئي تساعد الاستعانة بوسائل الاتصال المرئي على جذب الجمهور هنا هذه الوسائل العزيزي الطالب تترك انطباعا إيجابيا لديهم ويشترط أن تكون هذه الوسيلة فعالة قادرة على لفت انتباه الجمهور التواصل مع الجمهور هنا لتستطيع أن تقييس بشكل مبدئي رأيهم حول موضوع العرض إلى جانب المساعدة في إقناعهم بشكل شخصي ومباشر كما يعتبر في هذا العنصر من أهم عناصر مهارات العرض والتقديم الاتصال اللقي يجب أن يكون أنت كمقدم لمشروعك طريقة حديثك واضحة مباشرة لنقل الرسالة التي تريد إيصالها وإرسالها إلى الجمهور الصدق ويجب أن يكون العرض عرض مشروعك ومقدم العرض يتحلى بالصدق أن يكون خاليا من المبالغة بالطبع هذا يؤثر على نظرة الجمهور ورأيهم لمشروعك فيتأثر يستطيع المتلقي أو المشاهد أن يشعر بطريقة ما إذا كنت أنت صادقا أم لا استخدام لغة الجسد وهي أحد وسائل التواصل غير لفظي المهمة حيث تساعد على جعل الجمهور يفهمون الرسالة بشكل موضح كما ينطيعهم انطباع من المصداقية الملقي وثقته بنفسه هذه استخدام لغة الجسد مثل إيماءات اليد ربما الحركة في الغرفة نفسها المشي بطريقة صحيحة الوقوف أمام شاشة العرض إذا كان العرض يحتاج إلى ذلك بطريقة صحيحة هذه لغة جسد أنا أعتبرها مهمة رغم أنها توصف بنا غير مهمة كان هذا أهم ما سنتناوله خلال الأسبوع الثالث من حصة التربية الإسلامية عزيز الطالب عليك أن تلتزم بكل ما ذكرنا خلال حصة العمل في المشروع وعرض المشروع أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة ترجمة نانسي قنقر